النهاردة وتخطي عقب بن سويف وفانتظار الفائز من مباراة امبيو وقت ترسلنا معي مدير الكرة الكوفي طبعا الكاتب السلام حفيز بقولك ملو مبروك كابن سيد مباراة غلسة وصعبة بلغة الكرة ولكن الاهلي اهلي لها النهاردة فيه مكاسب كتير النهاردة في هذا اللقاء لعبة كتير من شوفها شوفناها النهاردة ما شاء الله نمسك الخشب ما شاء الله واقفين على رجلهم وفيه يعني انسجام الى حد المجد الحمد لله طبعا يمكن مباراة الكاس بتبقى مباراة يعني فيها بعض الاشياء اللي ممكن تكون مفاجأة بالنسبة لك يعني وتبقى مفاجأات مش لطيفة الحقيقة على مستوى العالم كله يعني يمكن دخلنا في الجنب تأخر شوية الشوت الاول كانت حالة التركيز مش عالي قوي لكن الشوت اتا اعتقد من البداية للنهاية يعني الحمد لله طبعا على كل شيء مباراة الكاس يعني قبل مباراة افراقيا بتلات ايام فيه حسابات كتير جدا في في الدماغ يعني لكن الحمد لله على كل شيء كرار انتو تروح ابتاهر خاصة لتونس من شاء الله كان كرار صائب جدا ان ان يراجع خلاص عندك مباراة ومثلات وعنك مباراة ومجمع ايضا مباراة قوي جدا مع الهلال السوداني يمكن يعني بتحطو في بيحطو او مباراة في توقيتات صعبة جدا ولكن الاهل يتعود خلاص ان خلاص مكتوب عليها لعب ويفوس كمان خلاص يتكلم في الواقع بقى الواقع بالنسبة ان عندنا مباراة 72 ساعة على استاد السلام مع فرقة الهلال السوداني عايزين نكسب بإذن الله بشكل كويس وعايزين ناخد اول ثلاثة بنته في المجموع يعني يعني مش عايزين نتكلم على اللي فات افدنا الصفحة جدا بكرا ان شاء رحمن هنبدأ ان نستعد بقى لورة الهلال السوداني قولي بقى النهاردة استقبلته النهاردة بيساعد على طول باني التحكيم لاتحاد الافريق ومن بعده اتحاد الدولي نهاردة الاهل يمكن فترة اخيرة الظلم كان بيين وكان كتير او كان اوفر جدا والله بص يعني ده امر ملف بأسئلة ويعني معتقدش ان اي متعة في العالم كله يعني حاجات بتتقرر بشكل رهيب جدا حتى الحكم ده تحديدا يعني يعني بوندو ده مش عارف عدد مباراة اللي حكمها اساسا كانت قليلة يمكن انا قلت في الاجتماع الفني كمان الصبح على الفكر قلت في الاجتماع الفني اللي كان موجود اللي هو الاتحاد الافريقي ببنى 15 سنة وعلى 20 سنة بنتكلم في اجتماعات فنية كل قبل اي مباراة بنتكلم في اجتماعات فنية علينا ان احنا نحترم اللوايح ونحترم النظام ونحترم الفرق ونحترم الاشياء الخاصة بقرات القدم يعني بنقرار ممكن نسمعها غياب يعني لكن في إطار كرة القدم العالم كله بيسبقك ليه؟ يعني بيسبقك لأن فيه ملعب كويسة فيه إدارة تحكمية كويسة فيه عدلة تحكمية موجودة ما لهاش علاقة بالأرض ومن اللي بيلعب عليها فيها علاقة بالتسعين دياب وتاني يوم مباراة الرجام مع التراج التونسي جوميس أحسن حكم في أفرق يعني فيه عدلة تحكمية خلاص الأحسن يلعب أو الأحسن يكسب يعني فأعتقد أن الأمر يعني محتاجين أننا نقعد في اجتماعات فنية تصبق كل المباراة مع أنها رولزي موجودة في العالم كله لكن أعتقد أن فيه حاجات تتقاد فيها أكتر كتير جدا من من الأعادات الفنية والأمور التنظيمية معرفش هل هي من باب الصدفة أن انتبالك ثلاث سنين أو أربع سنين كل شوية بيبقى فيه حتى على أرضك هنا يعني حتى على أرضك يعني أنا مش هنسى أبدا حتى مباراة التراجي اللي الناس كلها يعني بتتكلم عليها في مباراة 2017 اللي هي كانت هناك اللي كسبنا في هاتين واحد لكن أصل المباراة الأولى هنا بتتصعب عليك في ثلاثة أفصايدة أو ثلاثة تسلل من نص الملعب مع تحكيم سنغاليا الأمر بقى صعب جدا أعطاك أنه محتاج وقفة وقفة مش عادية يعني وقفة وقفة كويسة جدا من القائمين على الاتحاد لو أنت عايز أساسا يعني البلاد أو الدور الأبطال بحكم أنه أقوى بطولة في أفريقيا كلها أنه يتحسن أو يظهر مستويات كويسة لكن أنت تعدل من الصورة دي تماما يعني تماما يعني يعني أحنا مش عارفين نلاقيها والله يعني فالحمد لله على كل شيء الأمور التحكمية خاصة بكرة القادم في ناس كتير يقولك ما تتكلمش فيها ما تتكلمش في إيه ده هي أساس أساس يعني أعتقد أن تقنية الفر لا محلة ولا جدالة ولا منخش أبدا داخل مصر وبرا مصر على فكرة حتى إحنا جوى مصر حتى جوى مصر يعني حتى في الأمور التحكمية اللي خاصة بينا هنا يعني من غير محد يزعله على حد يدائي يعني دي أمور تحكمية يعني بتتساعد في حصول الفرق على حقها يعني مش ممكن أبدا نكون بشتري لنادي زي النادي الأهلي بشتري لعبة بملايين الدولارات ويجيب مدرب بسيفي كويس وسمعة كويسة وفكرة كويس ورقم كويس وتحجز سيران وتحجز قتلات وتتعاقد مع سبونسور كبير جدا جدا عشان ييجي حد تمام يعني في تسعين ديئة يعني الأمور بالنسبة له يضرق فائع سبرينت يعني جامد جدا يعني في ديئة 12 يعني فأنت أعتقد أن الأمور محتاجة وقفة يعني لكن احنا علينا أن نستعد بشكل كويس على الأمور الفنية ما زلنا بنأخد طرقنا القانونية الداخل وخارج مصر أعتقد أن عندنا واحد في لجنة الحكام من مصر هو كابتن العصام عرفتاح يعني أعرف أعرف الدور نفسي أعرف الدور يعني حتى في اختيارات الأمور التحكمية يعني مباراة زي مباراة النجم الساحلي يعني يكفي أن أنت تقول النجم الساحلي والأهلي يعني بطل 2005 وبطل 2007 أو فينال 2005 أو فينال 2007 وسوبر 2007 موجود في أو 2006 موجود في أسيوبيا وسيمي فينال 2017 وجيب لي طاقم تحكم يعني مش من الصفوة يعني علامات علامات غريبة جدا واختيارات غريبة جدا أعتقد يا رب أنها في الأول أتمنى أنها في الفترة جاءت تتغيرها النهاردة فايلر أشهد بأستاذ القاهرة أول مرة شوفوا بي أول مرة نلعبها لأغلى الفكرة نحن نعمل عبناش هنا من 26 أربعة 2018 يعني بأن حوالي بتاع سنة وتمنشور أو سنة وتمنشور أول سنة وتمنشور حاجة مشرفة جدا من الواحد مبسوط جدا 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 البنية والشكل والأرضية والأجواء يعني حاجة مشرفة الحقيقة هو أستاذ السلام الحقيقة يعني حاجة رائعي وكمان سكنت سكندرية يعني الواحد لا فيش أجازات خلاص ليونكم على طول المبارة على طول لا ما أعتقدش وعندك شوقت يعني نوفق وتكسوا بإذن شكرا جدا شكرا كابت سيد كابتن سلام مستمرين معاك شكرا كابتن سلام مستمرين معاك